تصير التقارير الإعلامي اليوناني عن عزم الرياضي ارسل طائرات 1015 لقاعدة صود العسكرية في جزيرة كريتا اليونانية قلقا في تركيا تعكسه ردود فعل وسائل الإعلام المحلية وقالت صحيفة غريك سيتي تايمز اليونانية إن الأخبار عن تمارين عسكرية مشتركة بين اليونان والصعودية في المستقبل القريب أداء الاستنفار وسائل الإعلامي التركية والجيش التركي وعلى رأسهم الجنرالات الأتراك والتي تحدثت الصحفة التركية في إحدها وهي صحيفة هابلر عن تهديد لتركيا وإشارة إلى أن طائرات الـ F-15 الصعودية والتي أرسلها ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ستستخدم من طرف الطيارين اليونانيين أنفسهم وفي المقابل اكتفت صحيفة زمانة تركيا بنقل الأخبار الواردة عن هذه المناورات ونية إرسال الطائرات السعودية إلى اليونان في إطار تعاون عسكري بين الرياض وأيثين على خلفية التوتر الحاصل في شرق البحر المتوسط والتحالفات التي أفرزها هذا الاحتقان خلال الأشهر الأخيرة وقالت زمان أن تقارير يونانية إعلامية زعمت أن المملكة العربية الصعودية سترسل عددا من مقاتلات F-15 إلى قاعدة صودا بجزيرة كريت تنفيذا لتعليمات ولي العهد السعودية أمير محمد بن سلمان بعد أن تفقمت مع خاوف اليونان من تركيا مع تزايد التوترات بين البلدين في بحر إيجا وشرق البحر المتوسط حيث قررت اليونان ضم المملكة العربية الصعودية إلى حلفها وذلك بعدما نجحت في إشراك كل من الإمارات العربية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل وذكرت زمن بأن المملكة العربية الصعودية تملك أكبر أسطول من طائرات F-15 في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تجدر الإشارة إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجريت عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا على حد تعبير صحيفة زمن وعقدت أثينا اتفاقية تعاون عسكرية مع تل أبيب على مدى عشرين عاما بقيمة 1.68 مليار دونار ورغم تسويهما في عدد الطائرات فإن سلاح الجو اليوناني قد يتغلب على نظيره التركية في حال نشوب نزاع جوي بينهما بحسب تحليل بصحيفة أحوال التركية وقال التقرير أن اليونان تمتلك عددا أكبر من مقاتلات تنتمي لأجيال أعلى مقارنة بسلاح الجو التركي والذي ما زال في طور البحث عن مقاتلات جديدة بعدما حرمت واشنطن أنقرة من امتلاك الـ F-35 وكانت اليونان قد رمت اتفاقية بقيمة 280 مليون دولار مع شركة لوكيد مارتن الأمريكية للتحديث أسطول البلاد من طائرات الـ F-16 وذلك في وقت أجبرت أثينا فيه على إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيتها العسكرية وتنطوي التحديثات بحسب أحوال على تطوير أسطول الـ F-16 اليوناني إلى فئة فيبرا حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من التطوير بحلول العام 2027 وضف التحليل أنه إذا لم تتخذ تركيا أي إجراء فستفقد قوتها الجوية وتفوقها وقد تضطر إلى تبني عقيدة أكثر دفاعية في مواجهة حرب محتملة مع اليونان ويقول محللون احتمالية اندلاع حرب بين تركيا واليونان تتصاعد يوميا بسبب النزاع حول تقسيم الحدود البحرية حيث اعترضت أنقر مؤخرا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان مدعية أن الترسيم قد اقتطع جزءا من نصيبها وكانت السفينة الحربية الأمريكية الضخمة يو اس اس هيرتشيل ويدي ويليامز قد وصلت إلى جزيرة كريتا اليونانية في مهمة لمراقبة التطورات المتصاعدة بين الدولتين في حلف الناتو وفقا لموقع Voice of America وتتجمع البوارج اليونانية والتركية في المنطقة منذ أن أمر الرئيس التركي رجب طيب ماردوغانا سفينة أبحاث بالتوجه إلى شرق البحر المتوسط لمسح الغاز والنفط وقد تواجه تركيا مشاكل في حال توجهة لروسيا لشراء مقاتلات وأولها هي المدة الزمنية التي سيحتاجها الطيارون وفرق الصيانة للتدرب على الطائرة الجديدة المشكلة الثانية بحسب أحواله يحتياج تركيا لإذن من روسيا لإنتاج تقنية متوافقة مع الهندسة الصناعية الروسية بشكل كامل بما تعتبر هذه مهمة غير سهلة وقد تستغرق وقتا وتتطلب ميزانية ضخمة وكان الكاتب بول أيضا قد تنبأ في مقال نشر على موقع فوربس بأن تركيا على الأرجح سيكون أمامها عقد على الأقل حتى تستطيع استخدام مقاتلة من الجيل الخامس وحتى ذلك الوقت فإن خيارها للحصول على مقاتلة مؤقتة لقوتها الجوية المتقادمة محدودة للغاية وأشار مقال فوربس لأن مقاتلة الجيل الخامس التي تنوي تركيا تصنيعها محليا لن يتم تشغيلها على الأرجح إلا في نهاية العقد القادم على الأقل